ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير? النهاردة فسحة جديدة. وفي سحاتنا كانت في The Platform. طبعا المكان بيدم خمس مطاعم. منهم سوري. ومصري. المكان على كورنيش النيل من اماكن الجميلة والمميزة. المكان طبعا مجانا. مفتوح مجانا تقدر تدخل فيه. تقدر تقعد في اي مطعم الجميل ومميز اسعارهم كويسة. منتناول الجميع. اه المكان مفتوح على مدار اربعة وعشرين ساعة. اه موجود على كورنيش النيل. اه امام محكمة دسترية. اه زي ما احنا شايفين كده نتفرج على المكان. بفصحة جميلة ريئة رخيصة ببلاش على قد الايد. اه كمان في كتز ايريا صورتها لكم وهقول لكم الاسعار. اه اسعارها جميلة جدا. تقدروا تدخلوا الولاد في الكتز ايريا. اه وتعودوا تستمتعوا بوجبة الغداء او العشاء. زي ما تحبوا. تقدروا كمان اه تعملوا هناك اه بارتي. اه عيد ميلاد. تقدروا البنات تقدروا تروح هناك تتصوروا. كان في مجوعة البنات كانوا بيتصوروا اه على النيل. اه هنلاقي كمان اه كفلوكا اه او المركبة دي خاصة. اه سعر طبعا بتطلع بالساعة. الساعة بتلتمية. اه والجولة ساعتين بستمية. اه طبعا اه الفرد زي عشرة. اه لو حابين تاخدوها خاصة يعني. اه لفردين او اه ستة افراد. اه زي ما تحبوا. طبعا الجو جميل جدا. اه نقل اليوم اللي يبقى فيه اه الشمس طلعة. علشان تستمتع باليوم. طبعا الكفلوكا خروجة لوحديها. اه بيقدموا وجبة عشا ووجبة اه جدا زي ما اتفقنا. اه طبعا دي مرسى من مرسى الكفلوكا. اه في فيديو ع القناة. وكان من مرسى بالزمالك. اه وطبعا دي المرسى بتاعته في المعادي. وهنلاقي كفلوكا في حلوان في الدقي. اه زي ما اتفقنا. اه وهنا كنت بوريكم اه المطاعم. اه المكان جميل جدا. اه ورائق. اللي كانت دي اريا اسعارها في المعقول. اه هنخش لها دلوقتي. ونفرج عليها. اه مكان فعلا يستحق الزيارة. اه اسمه طبعا اه الاسم اتغير بقاله سنة. اسمه اه دي شكل المطاعم. اه طبعا في مجمع مطاعم في المانيال. هعمل لكم فيديو عنه او ريفيو. اه ودي الكفلوكا من اه قريب. فصحة جميلة جدا. اه فصحة في نهر النيل. انت بتقعد ساعة. اه او اه زي ما اتفقنا ساعتين بستمت جنيه هنا كان بيقولي الاسعار. اه وكان بيقولي ايه اللي هم بيقدموا بيقدموا مشاريب سخنة وساقع زي ما تحب. اه طبعا لو اه عريس وعروسة او اه حبيت تفسح خطيبتك. اه فصحة مختلفة. اه انصحك بالكفلوكا. اه اه ممكن ايه تاخدو غدا هنا. اه. اه. طبعا لو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش الاشتراك ولايك وكومنت جميل منك. اه احنا كده داخلين على منطقة اه دي ملايه لهابي طايم. اه داخلين كده نشوف ايه الاسعار. اه وايه الالعاب الموجودة جوه. اه طبعا سعر الساعة كان عامل فمسين جنيه والساعتين مية. كان فيه عربيات كهرباء. التلت ساعة عامل ستين جنيه. طبعا فيه اه العاب كتيرة نقدر نشتري للولاد منهم. اه وحاجات حلوة بمبوني وكده. علشان اه طبعا طول الفترة اللي انت صايبهم فيها الساعة دي. قدر يستمتوع بكل الحاجات دي. الهابي طايم اه اه تنفع للولاد من عمر سنة. اه لغاية ست سنين. زي ما احنا شايفين. طبعا دي العربيات الكهرباء اللي في الارض دي. اه سعر دل ساعة كان عامل اه اه سوري ربع ساعة ستين جنيه. وده كان شكل.